أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم فتح معبر كرم بوسالم بين إسرائيل وقطع غزة أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب وكان قد تم إغلاق المعبر أمام شاحنات المساعدات منذ أحداث السابع من أكتوبر إلى أن إسرائيل وافقت الأسبوع الماضي على إعادة فتح المعبر أمام شاحنات المساعدات ترجمة نانسي قنقر